افتتحت شركة ساب رسميا منشأة تصنيع جديدة غرب لافايت في انديانا حيث ستصنع حصتها من طائرة التدريب التي تشترك في تصنيعها مع شركة بوينغ وقد اعلنت الشركة السويدية عن الحدث مبشرة انه اضافة الى ان لافايت سيعمل على صناعة القسم الداخلي من الريدهوك فالمنشأة ستستخدم لاغراض البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم ايضا وبحلول عام 2027 تتوقع شركة ساب توظيف ما يصل الى 300 موظف في هذه المنشأة بما في ذلك المهندسين ومسؤولي النظم واخرين وستعمل منشأة ويست لافايت بالتعاون مع جامعة انديانا على البحث والتطوير في انظمة الاستشعار والذكاء الصناعي وقد صرحت الشركة انها تخطط لتصدير المنتجات التكنولوجية من هذا المكان ومن خلال تصنيع شركة ساب لطائرتين اختبار اولي يغطي عقد تطوير الهندسة والتصنيع الممنوح للشركة عام 2018 بناء خمس طائرات اخرى لتجارب الطيران بالاضافة لجسم طائرة للاختبارات الثابتة واخرى لاختبارات ميكانيكية اداء هيكل الطائرة الطائرة من ناحية تحمل الضغط والاجتهاد وقد قامت ساب بالتصنيع الوحدات السبع لهياكل الطائرة في مصنعها السويدي في لينكو بينغ قبل نقلها للتجمع النهائي في منشأة بوينغ في سانت لويس وسيتم نقل العمل على الطائرة من لينكو بينغ الى ويست لافايت حيث سيتم تصنيع حوالي ستين طائرة في السنة وسيتم تجميع القسم الخلفي الذي تصنعه ساب مع المكونات التي تنتجها شركة بوينغ في منشأة بوينغ في سانت لويس وقد بدأت بوينغ في انتاج طائرة التدريب النفاثة المتطورة الجديدة التي سيفن اي ريد هوك في منشأتها بولاية ميزوري وقد اكتمل الآن الجزء الامامي من جسم الطائرة بنسبة تسعين بالمئة وسيتبع ذلك عمليات الهندسة والتطوير وقد صرح نائب الرئيس ومدير برنامج تي سيفن ان بوينغ انهت مرحلة مراجعة التصميم الحرجة للريد هوك الصيف الماضي والشركة كانت تعمل على هيكل الطائر الامامي والذي اكتمل بنسبة تسعين بالمئة وسيتم وصله بالجزء الخلفي الذي تصنعه شركة ساب وبمجرد اكتمالها سيقوم مهندس بوينغ باخضاعها لأحمال معينة قبل ان تتم اجراء اختبارات طيران عليها وتعتبر شركة ساب هي المسؤولة عن تصميم وبناء الجزء الخلفي من التي سيفن وقد صرح خبراء بان مستوى التعاون بين بوينغ وساب هائل وتقوم كلا الشركتين ببناء وتسليم خمس طائرات بالاضافة لزوج من الطائرات الحالية پي آر جي والذي تم تصنيعها واستخدامها في تجارب الطيران الاولية كما تقوم شركة بوينغ ببناء سبع اجهزة محاكا بموجب عقد اولي قيمته تسعمائة وثلاثة عشر مليون دولار مع القوة الجوية الامريكية وقد صرحت الشركة ان اجهزة المحاكا ستكتمل في غضون شهرين وهي تحتوي على العديد من الوسائل التي تتيح مقارنتها بالنمذجة الرقمية واثبات مدى انجاز الطائرة في ثمانية الاف ساعة طيران تم تصميم الريد هوك باستخدام تعريف قائم على النماذج ثلاثية الابعاد وانظمة ادارة البيانات حيث تلعب الهندسة الرقمية والتصميم دورا رئيسيا في قدرة بوينغ على تصميم شيء يلبي متطلبات القوة الجوية تماما كما عهد بها خلال صناعتها طائرات القوة الجوية الامريكية منذ عقود وبحسب محللين فمن خلال انشاء طائرات وانظمة بشكل رقمي فهذا سيعمل على تسريع وقت البناء وزيادة الجودة والقدرة على تحمل التكاليف بطريقة لم يتم القيام بها من قبل كما ستستفيد عملية التصنيع الحديثة والنمذجة هذه والتي ستسمح للفنيين ببناء الطائرة بحد ادنى من الادوات خلال عملية التجميع كما ان العملية الرقمية زادت الجودة بنسبة 75% ففي سبتمبر من عام 2018 منحت القوات الجوية الامريكية لشركة بوينغ عقدا بقيمة 9.2 مليار دولار لتزويدها ب351 طائرة تي سيفن و46 جهاز محكا للتدريب الارضي كما اتفق على ان تصنع شركة بوينغ طائرة EMD لتكون جاهزة اواخر العام المقبل لبدء اختبارات الطيران المشترك بين بوينغ والقوة الجوية الامريكية والتي سيتم تنفيذها من قاعدة سانت لويس وادواردز الجوية بولاية كاليفورنيا الامريكية وقد شرح خبير خطة اختبارات الطيران وصرح انها مقسمة لمرحلتين فالمرحلة الاولى استخدمت زوجا من طائرات الـ PRJ وهي طائرات الانتاج الاولي التي صنعتها بوينغ بمشروع منافسة الـ TX وستستخدم الثانية خمسة طائرات EMD ما بعد طائرتين الانتاج الاولي وسيستمر استخدام الـ PRJ طوال عام 2021 بالتوازي مع تصنيع سرب طائرات الـ EMD ومن المتوقع ان تنتقل احدى الطائرات الى قاعدة ايدوردز لاجراء بعض الاختبارات المحلية وبعد عام 2021 من المرجح ان تحتفظ شركة بوينغ بطائرات الـ PRJ لاغراض التطوير والاستخدام التجريبي وتخطط بوينغ البدء بتسليم اول طائرة للقوات الجوية الامريكية في قاعدة سان انتونيو من عام 2023 لبدء تدريب الطيارين وبالتالي فالقدرة التشغيلية الاولية يمكن ان تحققها مع حلول عام 2024 والتي يتم تعريفها على انها سرب مجهز بالكامل من الطائرات واجهزة التدريب وبحسب خبراء فمن المتوقع ان تقوم شركة بوينغ بانتاج تي سافن على مدى العقدين المقبلين بحيث انها ستبدأ عملية الانتاج بطيئة بانتاج طائرة واحدة في الشهر وزيادة الانتاج بعد ذلك ليصل من خمس الى اربع طائرات شهريا وتعليقا على الفرص التجارية الجديدة للتي سافن يقول ممثل شركة بوينغ هناك عدد من الهيئات المحلية والدولية مهتمون بالتي سافن اي او نساخها المختلفة والتي ربما تتمتع ببعض القدرات التكتيكية العسكرية اضافة لكونها طائرة تدريب كما تهتم القوات الجوية الامريكية وعدد من المشاغلين الاخرين بقدرات الهجوم الجوي والمقاتلات الخفيفة وخاصية الهجوم في طائرة الريدهوك ونسختها التدريبية وتجري شركة بوينغ محادثات مع البحرية الامريكية فيما يتعلق ببرنامج طائرة التدريب النفاثة UJTS الذي تم اطلاقه في عام 2020 وهو ما يتطلب وجود طائرة تدريب ارضية نفاثة لتحل محل تي 45 كوزهوك بحلول عام 2028 وتدرس البحرية ايضا امكانية استخدام طائراتها التدريبية في ادوار جديدة للمساعدة في تقليل العبء على طائراتها المقاتلة في الاسطول البحري اي ان تقوم طائرات التدريب هذه ببعض الادوار القتالية وعلى الرغم من ان البحرية الامريكية اصدرت طلبا للحصول على مقترحات لطائرة جديدة فلا يوجد اي برنامج فعلي لتصنيعها حاليا من اي من الشركات الامريكية او الاجنبية فنظام التدريب الحالي في القوة الجوية يأمل الكثير من العسكريين ان يلعب دورا في انظمة تدريب البحرية ايضا وتتميز التي اكس بوينغ بتصميم جيد بمحرك واحد وذيل مزدوج ومقاعد يطلق عليها استيديوم سيتنغ في قمرة القيادة تسمح بمجال رؤية ممتازة واجهزة تدريب مدمجة في الطائرة ويتم تسليم الطائرة للعملاء كنظام تدريب متقدم باحدث وسائل التدريب الارضي ايضا ويتطابق اداء ومظهر التي اكس مع الطائرات المقاتلة في البحرية الامريكية كالاف ثمانية عشر فالتصميم مزدوج الذيل يضمن استقرارا افضل وتحكما فائق المستوى وامكانية كبح السرعة والحفاظ على الثبات اثناء الطيران بالاضافة للتزود بالوقود جوا بشكل اكثر امان وتصميم الطائرة سهل الصيانة يسمح بدمج احدث التقنيات والمعدات المستقبلية بما يسمى ال اوبين سورس وتعمل الطائرة كمنصة مرنة وبسار معقول مقارنة بالطائرات الموجودة في فئتها كما تدعم التطورات التكنولوجية لتلبية متطلبات الاحتياجات التدريبية المستقبلية وتتميز طائرة التدريب تي اكس بحل تدريب طيار شامل ومتقدم وتوفر محاكاة واقعية ووحدات تدريب محسوبة وتكيفا مع البيئة كما توفر مجموعة واسعة من ادوات التحكم والتدريب لدعم مجموعة واسعة من احتياجات الطيار المتدرب كما يضمن تصميم الطائرة سهولة الصيانة والوصول للقطع المهمة وبسهولة كما انها متوافقة مع المعدات الارضية للقوات الجوية الامريكية الحالية اما من ناحية التصميم فقد تم دمج قمرة القيادة المجهزة بالكترونيات الطيران المرنة في نظام التدريب وتتميز قمرة القيادة بوجود شاشة تعمل باللمس كبيرة الحجم وتتميز برؤية افضل وشاشة تحكم امامية وتقدم مجموعة من خيارات التدريب لكل من المدرب والطلاب كما تضم تصميما جيدا لمقعد المدرب والطالب والذي يوفر وضعا مثاليا للمدرب ورؤية لتعليمات الطيران وتدريب جوي مرئي متقدم كما تستوعب المقاعد مجموعة واسعة من احجام الافراد وقد تم تجهيز قمرة القيام بادوات تحكم بالطيران ما يسمى Fly-by-wire او التحكم بالاسلاك والتي تضمن تحكما ممتازا في جميع السرعات وزاوية هجوم عالية فيها فائدة في حالة الاستخدام كطائرة مقاتلة وتعمل TX بمحرك GE-F404 والذي يوفر طاقة كبيرة وكفاءة في استهلاك الوقود وقد قام طاقم التدريب بإيقاف تشغيل هذا المحرك في الهواء على ارتفاع 20 ألف قدم وحلقت الطائرة لمدى 48 ثانية ثم أعيد تشغيل المحرك لاختبار إمكانيته وقد نجح في ذلك في عام 2020 ترجمة نانسي قنقر